ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية ونبارك لكم ولادة الامام الحسن المشتبى عليه السلام وايضا نرحب بضيوفنا الكرام ونبارك لكم ولادة الامام سلام الله عليه وايضا بهذه المناسبة نقدم لكم بعض الحلوى التي تسمى في بعض البلاد الخليج القرقيعان وهي من السنن الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فبعض الشباب اللي بأعماركم أيضا يقومون بالتوزيع هذه الحلوى بمناسبة ولادة الامام سلام الله عليه فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقكم ووفقنا لأن نحيي هذه المناسبة في كل عام تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإمام وقلنا أن الإمام واجب من قبل الله عز وجل وأن الأئمة هم المنصبون من قبل الله سبحانه وتعالى وأن الإمام واجب طاعته يعني الإمام طاعته مفروضة على كل الخلائق يعني كل إنسان يجب عليه أن يطيع الإمام سلام الله عليه كل إمام في زمانه يعني أنت الإمام اللي في زمانك يجب عليك أن تطيعه بكل ما يأمر وينهى لأنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى إلا عن الله سبحانه وتعالى وبينا أن الإمام واجب ومما يدل على الإمام عدة أحاديث واروايات وآيات أيضا فمنها ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وقد ورد في تفسير الهاد يعني الذي يهدي بعد رسول الله أن الهادي هم أهل البيت سلام الله عليهم وهناك أحاديث كثيرة في تبيين أو في بيان أن الهدات هم الأئمة منها كثيرة منها عامة ومنها خاصة لكن نقتصر على ذكر الخاص منها لأن الأئمة سلام الله عليهم قالوا لا تأخذوا إلا عنا تكونوا منا فاللي وارد في أحاديث أهل البيت هو هذا الذي نقتصر عليه وعن شيعتهم ولا نأخذ عنهم لا عن عصبية ولا عن عنوة لكن هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى وهذا ما أمر به المسلمين فاللي موجود في كتبنا نأخذه واللي موجود في كتب غيرنا وما إلى أصل في كتبنا هذا نظرت به عرض الجدار ومن هذه الأحاديث التي وردت في معنى الهادي ما عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال عليه السلام المنذر رسول الله صلى الله عليه وآله يعني المذكور المنذر في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وآله والهادي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني الذي يهدي الأمة ويثبتهم على الطريق ويهديهم إلى صراط مستقيم هو الإمام علي عليه السلام والأئمة من بعد الإمام يعني الأئمة اللي نصبهم الله سبحانه وتعالى من بعد الإمام هم الهدات وهم الذين يرشدون إلى طريق الصحيح والصراط المستقيم عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال المنذر رسول الله صلى الله عليه وآله والهادي أمير المؤمنين سلام الله عليه بعده يعني بعد رسول الله والأئمة عليهم السلام وهو قول الله لكل قوم هاد يعني هذا هو الهادي في هذه الآية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعد الإمام سلام الله عليه ومن صفات الإمام أيضا أنه يكون معصوما يعني للإمام عدة صفات ذكرتها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن الإمام يكون معصوما فعن الإمام الصادق عليه السلام في وصف الإمام يعني يصف الإمام الذي يكون منصب من قبل الله الهادي إلى طريق الصواب ذكرت الروايات صفات للإمام المعصوم يعني أن الإمام الذي ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى فيه عدة صفات من هذه الصفات أنه يكون معصوما عن الإمام الصادق عليه السلام قال فالإمام يعني رواية طويلة هذا محل الشاهد منها الإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه ظلا قبل خلق نسمة نسمة عن يمين عرشه إلى أن قال حبوه بالحكمة في علم الغيب عند اختياره بعلمه وانتجبه لطهره إلى أن وصل وقال معصوما من الزلل مصونا عن الفواحش كلها يعني أن الإمام شاهد ما معنى العصمة؟ أحسنت سأل أخوكم حجة الله يقول ما معنى العصمة؟ العصمة هي الوقاية عن كل ما حرم الله والامتثال إلى ما أمر الله بحيث يكون الإنسان مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى والمعتصم هو المتمسك بحبل الله عز وجل وحبل الله هو القرآن فعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال في تفسير معنى العصمة سئله الإمام زين العابدين عن معنى العصمة قال المعتصم بحبل الله يعني معنى العصمة قال هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة يعني معنى إذن معنى العصمة هو التمسك بكتاب الله عز وجل وأن يفعل ما يؤمره وينتهي عما ينهى فالمعصوم هو المتمسك بحيث يكون مصداقا للقرآن كما أن الإمام سلام الله عليه حينما استشهد الإمام عليه السلام قالوا صعد القرآن الناطق وبقي القرآن الصامت فإذن العصمة هي التمسك بحبل الله عز وجل نفجع للرواية التي ذكرناها في معنى في أن الإمام يكون معصوم قال عليه السلام معصوما من الزلات مصونا عن الفواحش كلها أي أن الإمام لا تزل له قدم ولا لسان ولا حركة ولا فعل يكون على صراط مستقيم ينظر بعين الله يسمع بأذن الله يتكلم في رسالة الله فالإمام يكون عبارة عن الحق بأكمله يعني طريق الحق المستقيم يعني يكون الإمام هو عبارة عن مصداق تام لما أمر الله تعالى به فإذن الإمام يكون معصوما بنص القرآن وبنص روايات الدالة من قبل أهل البيت عليهم السلام فمن صفاته أنه معصوم وهناك أيضا كثير من الصفات ذكرت في الإمام شيخ بل يتفضل ما هو الدليل على العصمة؟ أحسنت سأل أخوكم محمد يقول ما هو الدليل على العصمة؟ الإمام يجب أن يكون معصوم فما هو الدليل على عصمة الإمام؟ فمن منكم اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخ بل يتفضل اللهم يخلي واحد يأصي أحسنت أجاب أخوكم حجة الله يقول أن الله سبحانه وتعالى لا ينصب لخلافته من يعصيه يعني ما راح يخلي إمام يرتكب المعاصي يعني نصب إمام وهذا الإمام يأمر الناس بما يريد الله والإمام يرجع ويفعل خلاف ما أمر الناس به فأن الله سبحانه وتعالى لا ينصب من يعصيه وأيضا نضيف على ذلك أن هناك أن للعصمة أدلة منها دليل عقلي ومنها دليل نقلي أما الدليل النقلي فهو كثير مما لا يكاد يحصاه فمنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين إني تاركن فيكم الثقلان كتاب الله وعترتي فساوى الله سبحانه وتعالى بين الكتاب وبين العترة إما سلام الله عليهم وهذه المساوات أن القرآن معصوم لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني القرآن لا يوجد فيه باطل ولا يأتيه الزلل فبما أن الله سبحانه وتعالى عصم القرآن والنبي قد ساوى بين أهل البيت والقرآن فقال كتاب الله وعترتي فهذه المساوات تقتضي أيضا أن يكون الأئم سلام الله عليهم معصومون يعني يكون الإمام أيضا معصوم من قبل الله سبحانه وتعالى ليش لأن النبي صلى الله عليه وآله قارن بين الكتاب الذي هو معصوم من قبل الله وبين العترة فبهذه المقارنة يكون المقابلة بينهما هم أن الإمام والعترة معصومان من قبل الله عز وجل فإن شاء الله يكون الجواب واضح أيضا أذكر لكم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أنا وعلي والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين سلام الله عليهم سلام الله عليهم مطهرون معصومون إذن الأئمة سلام الله عليهم معصومون بنص القرآن وبحكم العقل وهذا مما لا خلاف فيه إن شاء الله تعالى نعم أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان